دكتور طارق قبل أن تبدأ هذه المفاوضات حماس قالت أنه نحن نريد آلية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في 7 يوليو إسرائيل قبل البدء بالمفاوضات إذن تقول ويصر نتنياهو بأنه لا يوجد انسحاب من محور فلادلفيا وبالتالي من أين جاءت فكرة أنه الأجواء إيجابية في هذه المفاوضات؟ هذه الروح المعنوية المرتفعة عند بايدن يعني ما سببها؟ أنا في تأديري أن هذه هي النقاط المحل التباين بين الطرفين صحيح أنها نقشت فيها الدوحة لكن من الواضح أن نتنياهو يريد أن يستبق كل الأوضاع ويريد أن يعيد تكرار ما قرروا قبل اجتماعات الدوحة وقبل أن يعود الوفد الإسرائيلي إلى إسرائيل لتقييم الأوضاع بصورة كبيرة وعاد يكرر ما سبق وأن قرروا منذ باريس 2 وكأنه لا يريد أن نمضي خطوة للأمام يتحدث عن إمكانية قبوله ببعض الأفكار دون أن يحددها كما جاء في اجتماع الحكومة المصغر اليوم وأن هناك أمور أخرى لا يمكن التخلي عنها أو ما إلى ذلك قولا واحدا الوفد الإسرائيلي في الدوحة قبل نص خاص بوجود قوات مصرية وقوات أمريكية على ممر صلاح الدين وقبلت إسرائيل وقبل الوفد الإسرائيلي هذا الأمر وجود وتنصيق مصري أمريكي على ممر صلاح الدين ومناطق التماس المجورة وهذا الأمر تم التوافق عليه في الدوحة بالنسبة له هذه النقطة أما بالنسبة له المنطقة الخاصة بالممر ناتسرين وعودة النازحين وغيره لم يكن هناك أي تحافظات إسرائيلية وأبدى الوفد الإسرائيلي تجاوب في الكشف والفحص والوحص والعناصر التي تعودها مهم وخطير دكتور مرة أخرى إذن يعني وكأنك تقول بأنه تم حلفك ملف محور فلادلف لم يكن هناك اعتراضات إسرائيلية الوفد الإسرائيلي لم يبدي أي اعتراض بممثلي في المفاوضات ووافق بالفعل على هذا الأمر على اعتبار أن الوجود الأمريكي المصري سيؤمن الحاد الأدنى للمتطلبات الإسرائيلية ونقل على هذا المجموعة المفاوضة ورؤساء الأجهزة سواء كان الشباك والأمان وممثل الجيش وغيره ولم يكن هناك تحفظات حتى العودة من خلال ممر نتسل والخص بالعودة النازحين تم الاتفاق على إجراءات الفحص الكاملة الأمنية وليست عودة المسلحين هذه العبارات يرددها الإعلام الإسرائيلي وأرجو أن لا نكررها هي جزء منها حضرتك مرتبط به عودة الفلسطينيين العزل وليس عودة المقاتلين أو المسلحين كما يردد في الميديا الإسرائيلية جزء منه مرتبط بهذا ووافق الوفد الإسرائيلي على هذا هذا الذي تم فيه 48 ساعة الماضية أما وإن عاد الأمر للتقرار الوفد الإسرائيلي مع الجانب المصري بمقتضى معاهدة السلام والبروتوكول الأمني الحاكم للعلاقة بين القاهرة وبين تل أبيب تمت مناقشة هذه النقاط والجانب الأمريكي في لب ما يجري أو في جوهر ما يجري على اعتبار أن الجانب الأمريكي الشريك فيه المعاهدة وقريب معاهد السلام وقريب من التفاصيل والترتيبات الأمنية والوفد الأمني ليس مجرد مجموعة هو أن يراجحه من تنياه وأنا أعتقد أنه وزير الوزير الخارجية بلينكين سيدخل على الخط بصورة كبيرة في الزيارة لأن هذه المرة فيها قدر من الحزم الأمريكي بالفعل تم في المفاوضات ولا أعتقد أنه سيقبل بلينكين أو الرئيس جو بايدن بإفشال المفاوضات بهذه الصورة وربما لا أكون مغالف التحليل أنه سيعلن في حالة أن نتنياه هو الذي أفشل المفاوضات ستضطر الإدارة الأمريكية أن تعلن هذا وهذا أيضا ما ترح فيه الدوحة أن الإدارة الأمريكية ستعلن من يفشل المفاوضات بصورة كبيرة